نسبية أينشتاين من المفاهيم العملاقة في العلوم اليوم وضع أينشتاين نسبية خاصة سنة 1905 ونسبية عامة عشر سنوات بعد ذلك غيرت ليس فقط الفيزياء بل غيرت حياتنا سأذكر لكم أمثلة عن تطبيقات هذه النسبية ما هي هذه النسبية أولاً ببعديها أو بصيغتيها وما هي تطبيقاتها في حياتنا وفي التكنولوجيا العالم تابعوا السلام عليكم أواصل معكم في سلسلة مفاهيم علمية مهمة فكرة النسبية التي هي متصلة تماماً مع فكرة أو مفهوم الزمن الذي تناولناه في الحلقة الماضية ما هي النسبية؟ النسبية تعني ببساطة أن الزمن والمكان لم يعود مطلقين كما قرر نيوتن وسمعنا في الحلقة الماضية وإنما صار الآن مترابطين متشابكين هما أبعاد في نفس النسيج في نفس الأبعاد الأربع الآن بين الزمن والفضاء ما نسميه الآن الزمكان وهو نسيج يربط لنا الأبعاد الزمنية مع الأبعاد الفضائية ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أننا كما نلاحظ حولنا الفضاء طول وعرض وارتفاع يمين يصار إلى آخره نضيف الآن بعداً رابعاً للزمن فيكون ماضي مستقبل حاضر صار الآن الزمن مرتبط تماماً مع المكان والفضاء بمفهوم أينشتين لماذا جاء أينشتين وقال يجب أن نعتبر الزمن مع الفضاء وكما هناك نسبية في الفضاء يعني الأطوال والأبعاد الأخير تختلف فسيكون هناك تغير للزمن كما أراه أو كما ألاحظه أنا لن يلاحظه ولن يسجله الأشخاص الآخرون أو المراجع الأخرى المختلفة لماذا جاء أينشتين بهذه الفكرة؟ أينشتين تفطن وانتبه إلى فكرتين مهمتين جداً في الفيزياء وفي العالم وفي الكون واحد قال عندما أكون أنا في عربة متحركة بانتظار لاحظوا معي متحركة بانتظار بمعنى سرعة ثابتة وتتحرك وكذا في نفس الاتجاه لا تغير لا تتسارع ولا تتباطع ولا تغير اتجاه تمشي مثلاً أنا في قطار أو أنا في شاحنة أو أنا في حافلة وشخص آخر ثابت متوقف في مكانه قال إذا الاثنين يلاحظان ظاهرة معينة تجري يعني مثلاً أجسام تتفاعل تسقط جاذبية تتصادم إلى آخره قال أينشتاين لن نتمكن من معرفتي أن هذا يتحرك وهذا ثابت أم هذا متحرك وهذا ثابت بالنسبة لهذا الشخص هذا الذي يتحرك وبالنسبة لهذا الشخص هذا الذي يتحرك والاثنان سيسجلان نفس قوادين فيزياء نفس الظاهرة لن يكون لدي شخص يقول لست هناك جاذبية هذه الأجسام هكذا معلقة في السماء وهذا يقول لا هناك جاذبية إذا هناك جاذبية ستكون للإثنين إذا كان هناك تصادمات ستكون للإثنين إذا كانت هناك حرارة وانتشار للطاقة ستكون للإثنين إلى آخره قوانين الطبيعة والفيزياء لا تختلف من مرجع ثابت إلى مرجع متحرك بانتظار واحد اثنين كانت هناك قبل بضعة سنوات أن يقدم أينشتاين نظرية هذه النسبية في الأول النسبية الخاصة كما سأذكر سنة 1905 كانت هناك تجربة شهيرة جدا هزت الفيزياء تسمى تجربة مايكلسون ومورلي مايكلسون ومورلي اثنين عالمان كبيران قام بتجربة لقياس ما كان يسمى حينها الأثير الأثير أن هذه مادة كان يعتقد أنها موجودة في الكون كله والأرض تسير تدور حول الشمس طبعا وتدور حول نفسها عبر هذا الأثير حتى ظلت لفترة طويلة كانوا يقولون تأتيكم إذاعة كذا وكذا بأمواجها عبر الأثير ليس هناك شيء اسم الأثير فالمايكلسون ومورلي أثبت أن ليس هناك أثير واحد اثنين أن الضوء هذا يتحرك في كل الاتجاهات وبالنسبة لكل المراجع الأرض التي تتحرك أو لا تتحرك في اتجاه حركتها في الاتجاه المعاكس في اتجاه عموذي ما تفرق بالنسبة للضوء الضوء لا يعترف بأي أجسام متحركة وهذا شيء مناقض لتجربتنا في الحياة أنا إذا مثلا أنا أتحرك وأنظر إلى جسم آخر يتحرك فسأسجل حركته وتبدو مختلف عن حركتي إذا مثلا هو يتحرك بنفس السرعة معي فسيبدوك أنه ثابت بالنسبة لي إذا هو يجري كثيرا بالنسبة لي وأنا أتحرك سيبدوك أنه يجري ببطء بالنسبة لي أما بالنسبة لشخص ثابت سيبدو هذا أنه يجري بسرعة كبيرة بالنسبة للضوء ما تفرق هل أنا أتحرك الضوء يسير أم أنا ثابت الضوء يسير كلنا سنسجل نفس السرعة قال أينشتاين هذان الأمران أمران رئيسيان في الطبيعة وفي الكون واحد قوانين الفيزياء لا تعتبر بالمراجع المتحركة بانتظام وغير المتحركة واثنين الضوء لا يعترف بالمراجع متحركة أو غير المتحركة طيب وبعدين يعني يبدو كأنه أفكار فيزيائية ولا ممكن يعني تأثيرات معينة لكن لماذا تغير العالم هذه الأفكار قال لأن إذا كانت هكذا فبين هو بمعادلات بسيطة أن الزمن والفضاء يجب أن يكون نسبيين بمعنى أن المدة الزمنية التي سيسجلها هذا الشخص الذي هو يسير في قطار والمدة الزمنية دقيقة أو خمس دقائق أو ربع ساعة التي يسجلها أنا وأنا ثابت في هذا المكان ستكونان مختلفتين هو رح يقول لأنا مرت علي أربع دقائق وأنا أقول لأنا مرت عشر دقائق وهو سيقول أنا الطول عندي مثلا هو ماسك قلم ولا ماسك أي جسم ما كذا يقول هذا عشر سنتيمتر قل له وين عشر سنتيمتر هذا طوله سبعة سنتيمتر ما لك أنت فالأطوال والأزمنة ستكون مختلفة هذه هي النسبية النسبية الخاصة زيادة على هذا كانت لها تداعيات مهمة جدا أشهر معادلة ربما في العلوم وفي الفيزياء هي معادلة الطاقة تساوي الكتلة في سرعة الطوء تربع E equals MC square وهذه كثير من ما يساء فهمها يعني بشكل غير مسبوك بمعنى أنه كثير من الناس حتى في الفيزياء حتى بعض أساتذ الفيزياء طلبة الفيزياء يعتقدون أن هذه المعادلة تقول لنا أن كتلة الجسم تزداد مع طاقته لا جمع الكتلة هي يعني عامل أو شيء يمثل جسم ما لا يتغير كأنه تقول مثلا شحنة الكاربائية أو تقول أي خاصية من خاصيته طيب ما الذي يتغير قال أينشتاين الطاقة الإجمالية لجسم ما تزداد مع سرعته بطريقة غير التي كنا نعرفها في الفيزياء العادية طيب وبعدها هذه فكرة مفهومة بسيطة ليست يعني ثورية قال وعندما ننظر إلى أي جسم لا يتحرك الآن عندما يتحرك ويتحرك بسرعة أكبر طاقته الإجمالية أكبر مفهوم بسيطة طيب إذا لا يتحرك قال حتى لو هو لا يتحرك بمجرد أن له كتلة فله طاقة وهذه الطاقة قال أينشتاين يمكن استغلالها يمكن تحويلها وفعلا هذا الذي أدى إلى القنابل النووية أو على الأقل على الطاقة النووية نحول هذه الكتلة الكتلة الجسيمات والنوى في الذرات الأخيرين نحولها إلى طاقة فنستفيد منها طاقة لذلك تسمى الطاقة النووية أو الطاقة الذرية يعني هذه الاعتبارات وهي فعلا غيرت الفيزياء بشكل كبير جدا تسمى النسبية الخاصة لأينشتاين وضعها سنة 1905 وكانت لها تداعيات لا حصر لها جاء أينشتاين بعد حوالي عشر سنوات وقال لكن هناك شيء أنا لم أضفه لم أدخله في اعتباراتي السابقة لذلك صارت تسمى النسبية الخاصة قال عامل الجاذبية طيب وإذا عندي الآن مرجعين هذا مرجع ثابت أو متحرك وهذا مرجع ثابت أو متحرك وهذا فيه جاذبية قوية وهذا فيه جاذبية ضعيفة أو لست فيه جاذبية طيب يتغير الآن الزمكان هذا المدد الزمنية الأطوال لقلنا صارت نسبية قال نعم يتغير بشكل أكبر كيف يتغير قال لأن الزمكان هذا النسيج الزمكاني الزمن لهو بعد هو الفضاء الذي هو ثلاثة أبعاد الذي كان يعني متعامد على بعضه قال الآن سيكون منحنيا الآن الفضاء إذا أضفنا فيه الفضاء والزمن إذا أضفنا فيه جاذبية فسيصير منحنيا هكذا طيب لما يصير منحنيا قال الآن معادلات كلها تتغير الآن الهندسة النفسها تتغير انتهت هندسة إقليدس خلاص الهندسة الإقليدية راحت نحتاج إلى أن نجيب الهندسة الريمانية لريمان ونحتاج الآن أن نكتب معادلات جديدة في أربعة أبعاد كلها منحنية الزمن صار منحني الفضاء صار منحني العالم الكون كله صار منحني الآن تغيرت الأوضاع بل أن الجاذبية هذه صارت تؤثر على المدد الزمنية إذا أنت موجود في مكان جاذبيته ضعيفة أو قوية فالمدد الزمنية عندك ستكون مختلفة وبالتالي الأمثلة الشهيرة التي لا شك مرت عليكم وتعرفونها أن جسم مثلا يتساقط نحو ثقب أسود سيبدو لنا نحن من الخارج هو بالنسبة لعادي ويمر عنده ساعة مثلا ويقيس بها ما يجري في الأحداث ويتساقط نحو الثقب الأسود نحن من الخارج لأننا جاذبية عندنا غير الجاذبية التي عنده سيبدو لنا كأن الزمن عنده تباطأ تباطأ وكلما اقترب من الثقب الأسود كلما تجمد هذا الزمن كأنه تجمد هذا فأنا مثلا لو أنظر إليه يبدو لي كأنه هذا وقف هذا ما صار شيء هذا لماذا هو يسقط كأنه توقف الزمن وهو بالنسبة لي ما عنده شيء عادي بل لا نحتاج أن نذهب إلى الثقوب السوداء وننظر إلى هذه التأثيرات العجيبة الغريبة بل يمكن لنا أن ننظر حتى في فضائنا المجاور ماذا يحدث في فضائنا المجاور لدينا أقمار صناعية تدور على آلاف عشرات الآلاف أعلى 36 ألف كيلومتر خاصة منها الأقمار الصناعية التي تخص نظام المواقع العالمي الجي بي أس طيب ما لها هذه هذه أقمار صناعية تدور حول الأرض على ارتفاع عشرين ألف كيلومتر على ارتفاع عشرين ألف كيلومتر تكون جاذبية الأرض قد قلت ليست صفر ما في جسم لا جاذبية شرحت هذا سابقا ولكن تكون قلت بالنسبة كبيرة وبالتالي الأقمار الصناعية التي تطور عند ذلك الارتفاع الزمن عندها يختلف إلى حد ما عن ما عندنا والشيء الثاني أن هذه الأقمار الصناعية تدور حول الأرض بسرعات كبيرة عدة آلاف عشرات الآلاف من الكيلومترات في الساعة وبالتالي لأنها تتحرك بسرعات كبيرة إلى حد ما فالزمن والمدد الزمنية عندها تختلف عن المدد الزمنية عندنا لذلك هذه الأقمار الصناعية كنت ذكرت هذا في حلقة كنت خصصتها للجي بي اس هذه الأقمار الصناعي إذا لم تأخذ هذه العوامل النسبية النسبية الخاصة التي هي بسبب المعلم هذا المرجع الذي يتحرك بسرعة والعامة النسبية العامة لأينشتاين التي تأخذ اختلاف الجاذبية بين سطح الأرض وبين الفضاء فلو لم تحسب كل هذه الحسابات وتدخلها في حسابات الزمن عند الأقمار الصناعية وعندنا فكانت تعطينا مواقع أين أنا موجود وأين أنا أذب ستختلف بالكيلومترات وبالتالي ففعلا تطبيقات نسبية أينشتاين سواء نسبية خاصة بالسرعات الكبيرة أو نسبية العامة التي فيها الجاذبية مهمة جدا يعني تأثيراتها حتى في حياتنا الآن كلنا نستخدم الجي بي اس حتى عدة مرات في اليوم هناك يعني تطبيقات أخرى مهمة جدا وتأكيدات تجارب تمت حتى نثبت كلام أينشتاين هذا كلام يعني يعني علمي محض هكذا وأفكار نظرية أم فعلا له واقع وله إثبات ونجد له فعلا تطبيقات في حياتنا هناك عدد من التطبيقات وعدد من التأكيدات التجربية التي حدثت أولاها يعني عجيب جوية أن سنة 2019 يعني حوالي ثلاث أربع سنوات بعد صدور النسبية العامة التي فيها الجاذبية والتي أثبت فيها أينشتاين أن الجاذبية القوية تؤثر حتى على مصاري الضوء الضوء الآن لم يعد يصير دائما في خط المستقيم إذا مر بمنطقة جاذبيتها قوية فسوف ينحني فبعدها بثلاث أربع سنوات تم اغتياس مواقع النجوم خلف الشمس في كسوف حدث تلك السنة 2019 وتبين فعلا أن مواقع النجوم تبدو وكأن الضوء هكذا يأتي بشكل منحرث عن الأماكن التي هي في حد ذاتها لكن النسبية الخاصة التي هي تمدد الزمن وتقلص الأطوال الأخير التي كان وضعها أينشتاين قبل ذلك بحوال عشر سنوات هذه تم إثباتها فعلا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي عندما وضعنا ساعات ذرية على متن طائرات وتحركت بسرعات كبيرة حول الأرض ووجدنا أن الساعات الذرية على تلك الطائرات التي تتحرك بسرعات كبيرة تختلف مددها عن الساعات الذرية التي نتركها ونقيس بها هنا على الأرض وهناك طبعا تطبيقات مهمة جدا للنسبية سواء النسبية الخاصة أو النسبية العامة لأينشتاين ذكرت الجي بي اس منها ولكن أهم شيء طبعا هو الطاقة النووية التي الآن هناك مئات من المفاعلات النووية ولا نتحدث طبعا عن القنابل النووية لكن على الأقل فهمنا لكيف تنتج الطاقة النووية سواء في النجوم في الشمس والنجوم ولم نفهم الشمس والنجوم إلا بعدما فهمنا أن فعلا المادة يمكن تحويلها إلى طاقة واستغلنا هذه الفكرة لتطبيقها في المفاعلات النووية الآن هناك دول تحصل على كميات راهبة من طاقتها الإجمالية القومية من جراء المفاعلات النووية التي لم تكن لتوجد لو لا نسبية أينشتاين أردت فقط أن أبين مفهوم النسبية الذي هو هذا التشابك بين الزمن والمكان والذي تنجر عنه تطبيقات لا حصر لها منها تحول الكتلة إلى طاقة والطاقة إلى كتلة ومنها التغيرات المدد الزمنية والأقبار السماعية وغير ذلك فقط لأن أينشتاين تفطن أدى الزمن والمكان يجب أن يكون متشابكين مع بعض فيما نسميه الزمكان وهذه فكرة النسبية أما تطبيقاتها وتداعيتها فلا حصر له شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة